موسيقى سعادة لصباحكم صبايا وكل اوقاتكم و اهلا و سهلا فيكم فيديو جديد كيفكم شو اخباركم طمنوني عنكم ان شاء الله تكونوا بقى الف خير وانت عم تشوفه فيديو اليوم هلا اول ما صحيت بديت بهاك حوسة خفيفة للبيت رتبت اتخذ مسحت هيك غبرة ورفة النوم و بديت بعدين بالصالون عنت له ترتيبة بسيطة وبعدين بديت بتكنيس السجاد وكمان رح امسح غبرة الصالون هيك عالسريع يعني هيك حوسة خفيفة ونوعا ما هي الحوسة بتكون يومية او بشكل شبه يومي رح اخلص و رح ابدل بتحضير الفطور هلا بصراحة بهذا اليوم ما كان كتير الي مرأة اني احضر فطور فا لتلاب اما اخلص بحط البيت المسلوق على النار خليه ينسرق وبعدل منه يعني بلف سندويشات وهيك اسرع واريح هيك لما ما بيكون جعبة لأحضر فطور بساوي لفرض من سندويشات اه بيد مسلوق سندويشات جبنة وجنبها كاسة شاي اه بسخنون مع السخانة وهيك سندويشات اه لبنة دوباركة يعني هيك شغلات سريعة اه قطعت البيت المسلوق بقلب السندويش حتى تلو رشت ملح ورشت كمون وبحط فوق المنه البندورة وبساوي جنب المنه كمان شاي وبالنهاية انتم متل ما بتحبو يعني ممكن ممكن ناس تساوي بغير طريقة وبعد ما خلصت الحوسة وتحضير الفطور وضبطبة المجلة وكل شي ساويت لحالي كاسة نس كافي وهيك قلت بدي اقعد ع روابق فهون طلعت شوي على البرندة لقيت الجو كان كتير حلو شمس يعني بس ما حسنت بصراحة هيك اقعد كتير لانه الشمس كمان كتير قوية صايرة فصعب واحد يعني يقعد فيها يلي قاعد بمارسين بيعرف كيف الجو يعني هون الشتوية ما بتيجي كتير قاسية او بيجي كتير برد علينا لا الجو نوعا ما معتدل يعني ما نو كتير كتير برد بعد المنة بعد ما خلصت وقعدت هيك شوي وروقت خلصت كاسة نس كافي انا بحب شرب بصراحة نس كافي بعد الفطور ما بحب شرب قبل الفطور ما بعرف كيف تعودت من زمان ولقيت انه هان العادة كويس بصراحة لانه هان لما بنشربها على الريق نس كافي او القهوة بتسد الشهية عن الاكل فواحد ما بقعد بقدر بيفطار او بياكل بعد المنة او بعد ما خلصتو هيك دخلت بديت تحضير الطبخة او فقطعت البصل لجوانح قطعت البندور هيك قطعة ناعمة وهلأ هون كنت مقشرة كم سن توم قلت لحتى ابشرهم هاي البشرة يلي شاف الفيديو الماضي وشاف المشتريات يلي جبتها اكيد شافها يعني بالفيديو هلأ هي كتير منيحة بس يعني لكم سن هيك ما كتير لو انه عندكن انه طبخة بدي كتير توم يعني لو طبخة بدي توم كتير فالافضل تستخدموا الهراسة او مدق التوم احسن هاي البشرة حلوة لكم سن توم لانه بتحطوا كل سن بسنه هون بديت هيك بتشويح البصل وبعد المنة بديت اضيف اللحمة اللحمة لازم تكون شوي مدهنة مشان ما تكون قاسية فهون انا اللحمة عندي يعني شوي مدهنة بتطلع قطيب وبطاعة الدسامة وما بتكون اللحمة قاسية اللحمة بس تكون من دون دهن طاول بتطلع قاسية سوايا كمان قبل ما انسى بس بدي اذكركم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الدراس عشان يصلكم اشعار كل ما بنزل فيديو جديد هلأ هون بعد ما شوحت اللحمة شوي مع البصل دفطلة التوم وراح ارجع اللبه شوي كمان وراح ارجع اللبه شوي كمان وهلأ رح ابدأ اضيف عليها باقي التوابل نضفت كم حبة قرنفل نضفت كم حبة هال كمان نسمع لقت زنجبيل نسمع لقت هال مطحون رشة قرفة صغيرة ومع لقت فلفل اسود صغيرة كمان رحق اللبن شوي مشان هيك يتشربوا البهارات جربوا هاي الطريقة وهاي البهارات مع اللحم طريقة كتير طيبة والبهارات هاي للحمة كتير كتير طيبة رح اضيف كمان اضفت البندورة المقطعة وضفت اللبن يعني تقريبا لبن شيء اربع معالق لبن تقريبا كبار وهلق رح اغطيها واتركها شوي لحتى تنزل ميت البندورة واللبن وبعد الملنة رح اصير اضيفها كل شوي مي وبتركها على الواطئ انا تقريبا يعني شي ساعتين باستقلي بتركها على الواطئ هلا هون رح تخلصت كم شغلة تقريبا اللحمة اخدت شي ساعتين اللبن ما استوت فرحت انا خلصت كم شغلة وبعدين رجعت هلا هون ضفت اللي الملح هلا باللحمة وبالفروج انا ما بضيف الملح للاخير هون اللحمة تركت على الواطئ كمان شوي لبن ما يدوب الملح وبدأت اصاوي الرز الرز حتيت هون ماي وملح ورق غار وزيت هلا الرز رح سلقه ثلاثة اربعة سلقة بهاي الطبخاء لازم المي يتكون كتير منيحة سلق نظامي لانه اذا المي كانت قليلة فالرز بيتشربه وهيك بكبتل فوق بعضه يعني ما بمشي الحال ما كأنه سلق بصير فانا سلقته سلقة تقريبا ثلاثة اربعة سلقة عفوا وبعد المنا صفيته ورجعت حطيته وحطيت من مرأة اللحمة عليه هلا فيكم تعاملوا العكس كمان فيكم تشيلوا رز تحطوا فوق اللحمة والمي طبعا حسب الكمية اللي عندكم وحسب المي اللي ضلاني باللحمة هون انا كان عندي كمية المي منيحة لسا فوق اللحمة ضفتها شوي لانا بحب بحط هيك سبديجن بالاكل اه لابن ما استور الرز وطيت تحت وهدت تحت وهيك كمان حمصت اللوز وهلا رح ابدأ اسكبر الاكل متل ما شايفين الرز تطلعوا كيف كل حبة بحبته طبعا الرز بعد ما نسلق رجعت ضفت له ملح لانو المي راحت يعني ووقت السلق ما بكتر له كتير ملح فيكن كتر وقت السلق وبعد ما ترجعوا تضيف له ما بتفرق يعني اه هون انا باكنت مجهزة زينة يعني انا بحب مع المناسف لما امل مناسف اه رز مع لحمة مندي كبسة هيك بحب احط زينة واجهز زينة يعني بطلع منظروا متل كأنه المناسف الجاهزة فشو عندي بالبراد اللي فرضان فليفلي حمرة فليفلي خضرة بندورة خيار ليمون شو عندي يعني بحط حصل المتوفر موسيقى موسيقى وهلا هيك بعد ما ضفت اللحمة فوق الرز بس وخلصت سكب الاكل راح اضيف هيك معلقة مرأة بس فوق اللحم ورز سوا طعم المنسف كان بجنن غرام كتير كتير طيب وبصراحة بضل شغلة البيت اه اضمن واطيب كتير من المطاعم بعد ما خلصت حتيت هون اللوز طبعا اللوز اختياري يعني فيكم تحطوا فيكم لا بالنهاية زوق شخصي يعني وحسب المتوفر يعني اوقات انا ما دائما بحط فحسب المتوفر كمان ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو لليوم يكون عجبتكم يعني طبخة اليوم وتكونوا تسليتوا معي كتبولي انتم شو طبخين اليوم ولا تنسوا تدعموني بلايك وتعليق وانتظروني الفيديوهات الجديدة